استقبل قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن طيار فائزة تميمي بمعية أركان المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن طيار سالم عويضان وفدا من فريق حضرموت الخير في مقر عمله بقيادة المنطقة وطرح الفريق الذي يترأسه نائب رئيس فريق حضرموت الخير الأستاذ علي عبدالقادر بارجة والأمين العام المساعد عبدالرحمن عبدالحافظ حسان شرحا عن دور وأعمال فريق حضرموت الخير وأشهد اللواء التميمي بالدور المحوري الذي يقوم به فريق حضرموت الخير بخصوص تقريب وجهات النظر السياسية بين أبناء حضرموت بما يتوافق مع حفظ عزة وهيبة حضرموت بالإضافة إلى توحيد الكلمة والقرار الحضرمي أمام الرأي الداخلي والخارجي كما شدد على ضرورة دعم مثل هذه المبادرات الهادفة لتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد بما يعود بالنفع لحضرموت خاصة والوطن بشكل عام